وإنضم إلينا من موسكو الآن الدكتور نصر اليوسف الكاتب والباحث السياسي دكتور يوسف أهلا بك معنا على شاشة الغد إني ميدفيديف قال صراحة أن حذر أوكرانيا من قصف ربما جزيرة القرم هذا يذكرنا بأكتوبر الماضي عندما قصفت القوات الأوكرانية جسر كيريتش ونعلم أهمية هذا الجسر بالنسبة لكلا البلدين هل هناك بالفعل اليوم مخاوف روسية من استهداف أوكرانيا بهذه السواريخ بعيدة المدى لجزيرة القرم مرة أخرى تحية لك سيدنا والسادة المشاهدين من المؤكد أن روسيا تشعر بقلق من هذا الكرم الحاتمي الطائي الذي يديه الغرب للدولة الأوكرانية فقد بات معروفا أن الغرب فتح أواب مخازنه مخازن الأسلحة على مصرعية وكان إلى وقت قريب يرفض تسليم الدبابات ولكنه قبل عشرة أيام تقريبا يرفض تسليم أسلحة صواريخ بعيدة المدى إذ كانت هايمرز تقتصر على 75-80 كيلومتر والآن 150 كيلومتر وهذا يعني أنه سيكون باستطاعت الأوكرانيين أن يستهدفوا جزيرة القرم وهذا ما قاله بايدن بكل صراحة وأنا على ثقاف من خلال متابعتي للتصريحات الروسية ومعرفتي للتفكير الروسي يعني القرم أحمر تماما يعني إذا استهدف وكما ذكرت حضرت جزر القرم يعني أرس عقب الأوكران إقابا شديدا جدا وأنا أعتقد أن أي ضربة طب أي ضربة تستهدف جزر كيريتش إن كنت معنا الدكتور نصر اليوسف هل هذا معناه أن روسيا ستفاعل العقيدة الروسية؟ نسمعك بصعوبة دكتور يوسف أنا أعتقد الآن لن تفاعل العقيدة الروسية إذا كنت تقصدين استخدام الأسلحة النووية هذا الوقت لا يزال مبكر عندما لأن العقيدة الروسية تقول عندما يعني يكون وجود الدولة الروسية بخطر وأنا أعتقد أن استهداف موقع أو موقعين في جزيرة القرم لا يشكل خطرا حيويا على الدولة الروسية ولكن ستعاقب وستضرب بيد من حديث وقد رأينا